السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معكم الاندرحمن جايب لكم اليوم فيديو عن طريقة تلفيل الأركانة لميتين لأنه في طريقة حلوة وسهلة حاليا ونبي نتكلم عنها بشكل سريع فأول شي تحتاجه انك تشيك على الأركان تشيك على الأركان تشوف شو ما تقدر تسوي وعندك أكثر من طريقة في طريقة الأسلحة تصنع عدد كبير من الأسلحة وفي الطريقة الثانية اللي هي تصنع البوشنات طبعا البوشنات هي أقل تكلفة وتعطيك تحتاج فترة طويلة عشان تلفلها وغير هذا انه تقدر تتربح منها على حسب السوق وعلى حسب وقت الحروب وإذا كان سيرفرك فيه حروب زيادة الطريقة الثانية اللي راح نتكلم عنها هي طريقة الأوري كالكوم قونتلث وهي راح تجي من الأيرون لستيل لستار متل بعدين الأوري كالكوم شلان راح تقدر تسويها حاليا في طريقة في اللعبة انك إذا استخدمت الشيد كلوث ولا اللينن على أعلى حسب شنو أرخص عندك وجيت حق الايرون انقط إذا سويتهم كلهم راح تصنع أوري كالكوم قونتلث بس تحتاج انفيوز لاذر وهذا هو أغلى شيء موجود بالسوق فعندك أكثر من طريقة تقدر تفرم المواد حق يعني الخنازير عندك فوق هني في المنطقة هذي تقدر تفرمها عندك التماسيح اللي في المنطقة هذي حول الجزيرة يعني كل مكان حسب المكان اللي تفاضل انت حقدت جميع الجلود نفس الطريقة نفس الحركة القديمة حتى الخنازير اللي هني شغلهم يعني وين هم الخنازير هذول بورز هولم هذولك كل مكان انت تفاضله روح له وجمع فيه جلد لأن الـ Infused Leather هو أكثر شيء تكلفة راح يكون عندك الأشياء الثانية بسيطة شوف شون عندك أكثر الـ Linen ولا الـ Shade Clothes لأن عندي أنا في الـ Observer الـ Shade Clothes أرخص من الـ Linen والـ Iron Inget أرخص من الفي Iron فأنا مستخدم الـ Iron Inget بدل الفي Iron فشوف اللي يناسبك وحقه هني إذا استخدمت هذول راح يكون عندك 540 قرسور وحنا لحين 183 بس ناقصنا Infused Leather Infused Leather اللي ينصحك أول ما تسوي الحركة أول ما تجمع جلود حاول أنك تجيب لك ست كامل من الـ Leather Working ليش؟ لأنه أودك أنك تلفل الـ Leather Working أصلاً مع التلفيل للأركانة عشان تقدر يعني تفتح الرونك Leather الـ Weaving بعد راح يجيو إياه إذا كنت بتصنع حق الأشياء المستقبلية في الـ Outfitting Station هناك فإذا جينا حق الـ Leather Working أنا طبعاً مجمع موارد حق الـ Infused Leather لاحظ أننا عندنا كمية كافية حق صناعة 302 من الـ Infused Leather فنشوف شنو راح يطلع ويانا عندنا 21% بسبب الـ Set اللي لابسينا فراح يعطينا عدد كبير 371 69 زيادة وصلنا 12 يعني بسرعة تقدر تلفل هذا ولا أكيد وإحنا بس نبنشوف الأركانة ونبنشوف شنو نقدر نسوي فالحين وصلنا في الرقم اللي نبيه الحين الـ Water Mote تشتريها من السوق رخيص الـ Iron Inget تشتريها من السوق إذا ما تريد تروح تفرم إذا تقدر تفرم كل شي راح يكون سهل عليك هنا نقدر نصنع 47 Oracle Inget Oracle Ice Gauntlet الميزة اللي في اللعبة هذه إنه انكسرت هذا ما راح يعطيك Iron ما راح يعطيك Shade Cloth ما راح يعطيك أي شيء ما لا داعي راح يعطيك Oracle Inget فالـ Oracle Inget إذا جيت هني راح تلاحظ أن سعره في السوق راح يكون عندنا أحنا شيء للبيرك 14 فعندنا 14.19 سعر غالي فوديك إنك تبيع يعني عقب ما تسوي salvage حق الأغراض حق الـ Ice Gauntlet بس لازم إنه ما ننسى شغلة الـ Attributes إنك تحط 100% بالفوكس لأن هذا راح يعطيك 10% yield زيادة لسويت salvage مو فقط حق السمج حق الشيء فتأكد إنه عندك 100% أول ما تشتغل على الطريقة هذي فالحين نبي نضغط على هذي نبي نحط ما راح نستخدم راح نستخدم آيرونينغت الأرقام هذي 47% 100% كل شيء تمام نقول بسم الله ونشوفكم عقب ما نخلص من الصناعة يعني 47% ما راح أمشيكم تأكدر تضغط اليسر بسرعة عشان يمشي بدون لا يطلع الصوت لكن نبي نشوف شو نصير بعد ما نخلص من 47% سوينا الآن 47% Ice Gauntlet ونقدر نلاحظ إنه عندنا وصلنا 187% في الأركانة ف يعني مستوى جيد جدا هل دائج هل عقبة شيش متجمعين هلنا الشباب فالحين عندنا الأركانة 187% الذرق ووركينج 190% قاعدنا نلفل ومثلينهم مع بعض وبنفس الوقت يعني طلع لنا هذا طبعا نبست الست ما لي أنا حاط لي ست عندي بس عشان يرفع لي الفوكس لـ 100% عشان مثل ما تكلمنا الـ 10% بليمية هذه تشتغل عندي فمن تشتغل كنترول وأعلق على الـ S وتضغط عليهم طبعا حاليا ما عندنا أي إنكت للأوريكالكم لكن بعد ما نكسرهم كلهم يمكن يطلع لك بعد شيء يسوى منهم فشيك عليهم توقع أنه كان عندي واحد كيم لاحظ أن الإنكت قاعد يزيد عندنا وتذكر أن الواحد يعني بـ 14 ينباع فسعره جيد جدا وشذي تقدر تطلع الفلوس اللي دفعتها في شراء الموتس في شراء النقاط المختلفة 90 ضرب 14 عليكم الحسبة إذا كنت تقدر يعني تجمع عن طريق الـ إذا كنت تقدر تجمع الموارد وتصنع بالـ شذي راح تصير عندك مبالغ كبيرة لأنه ما راح تدفع ولا فلس ورح يعني تكسب الخبرة وتكسب أيضا تلفي الأركانة اللي هو 200 فهذه الطريقة اللي حبيت أني أعرضها عليكم وتشوفونها يعني عشان تكونوا بالصورة شراء تقدرون تلبلون بسرعة فهذه النقطة اللي بوقع فيها الفيديو شكركم شابكم على المتابعة إن شاء الله نشوفكم بالفيديوهات القادمة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته